هكذا بدت الصورة من ميناء الحديدة غارات هي الأولى من نوعها وتطور يندر بتوسع الصراع في المنطقة ميناء الحديدة كان هدفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي حيث استهدفت نحو 20 خزانا للوقود في الميناء بالإضافة إلى محطة الكهرباء ومواقع أخرى تقول المعلومات إن الميناء يتضمن 82 خزانا أغلبها تتبع البيوت التجارية والاستثمارية في اليمن ما يجعل البلاد أمام أزمة اقتصادية وإنسانية معقدة يصمط المجتمع الدولي أمام استهداف ميناء الحديدة من قبل العدوان الإسرائيلي رغم أنه من أوقف عملية تحرير الحديدة واستعادة الميناء من قبل الحكومة الشرعية وقام باستئناف العمل فيه لصالح الحوثيين لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية حد زعمه في الساعة الأولى من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة ظهر الطوابير طويلة أمام محطات تزويد الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين تحسبا لأية أزمات قادمة يعد ميناء الحديدة من أبرز الموانئ اليمنية ويستحوذ على النصيب الأكبر في استقبال واردات الحبوب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية وهما يزيد من تعقيد سلاسل الإمداد لبلد يستورد ما نسبته 90% من احتياجاته أبرزها الغذاء والدواء والوقود اقتصاديون يرون أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة ستقود شركات الشحن إلى العزوف عن توجيه السفن إلى الميناء إلى جانب ارتفاع كلفة الشحن والتأمين كونه سيصبح مصنفا ضمن الأكثر خطورة مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتأهيل موانئ عدن وحضرموت لاستقبال الواردات منعا لأية أزمات تضاعف معاناة الشعب مراقبون يرون أن الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لحماية السيادة الوطنية من خلال الضغط على المجتمع الدولي لإيقاف عدوان الاحتلال على الأراضي اليمنية وعدم تحويل البلاد إلى ساحة حرب بين الاحتلال وإيران عبر وكلائها اشتركوا في القناة